وتعرض الكتاب الأبيض الدفاعي الياباني الجديد للإدانة والإحتجاجات من قبل الدول المجاورة ما هي المحطويات الأساسية للكتاب الأبيض وما هي آثاره على المنطقة تفاصيل في تامري التاريخ قالت وكالة أنباء شينخو الصينية أن الكتاب الأبيض الدفاعي لليابان بدون معنى حيث تروج توكيو فيه للتهديد الصيني وقطاعي الأمن البحري والتدهور البيئة الأمنية من أجل إيجاد دريعة لقانون الدفاع الجديد الذي تم مصدره في مارس الماضي لتعزيز قوة الجيش وذكر الكتاب الأبيض أيضا التحكيم حول قضية البحر الصيني الجنوبي مرتين وطلب الصين بقبول النتائج كما دعا مطالبات الفلبين غير القانونية في حين قال محللون أنه يهدف لتخفيذ النفوذ المتزايد للصين دوليا وفي منطقة آسيا والمحيط الهدئ كما أن الغرض الأساسي لتصرفات الجانب الياباني هو تعديل السياسة العسكرية وتوسيع التسلح حتى تعديل الدستور السلمي الأمر الذي يستحق اهتمام ويقاطة المجتمع الدولي وأشار مقاياه الأمريكي أن اليابان تروج لنظرية التهديد الصيني باستهتار بينما قصدها الحقيقي هو تغطية قانون الأمن الجديد والتوسع العسكري كما قدم الكتاب الأبيض للدفاع تغييرات على سياسة وستراتيجية اليابان الدفاعية منذ يوليو الماضي تضمن نفقات العسكرية المتزايدة ومبادئ تنفيذ خطة الدفاع الجديدة ونماية توسية باية الأسلحة وزعم الكتاب الأبيض أيضا أن قانون الأمن الجديد ضمن السلام اليابان وأمنها وأن المجتمع الدولي يقدره لكنه تجاهل أن معظم خبراء القانون في اليابان يعتبرونه انتهاك للدستور ويعارضونه